في إطار برنامج الأولمبياد الخاص الليبي، نظمت في العاصمة طرابلس فعاليات تركز على تنشيط المهارات المعرفية والإدراكية لطلبة متلازمة داون. فعاليات تأتي ضمن خطة سنوية للأولمبياد الخاص الليبي، والتي تهدف إلى إدماج هذه الفئة في الممارسة الرياضية والمجتمع بشكل أوسع. طبعاً اليوم موجودين هنا لإحياء برنامج صغار السن في الأولمبياد الخاص الليبي يقام سنوياً مرتين ثلاثة خلال أشهر الصيف وفصل الصيف وفصل الشتاء. طبعاً الهدف مننا هي تنشيط المهارات وتعرف المهارات المعرفية والإدراكية للطلبة وتقوية مناشطهم وأبراز مواهبهم في الرسم وفي الألعاب الرياضية وإن شاء الله رب يوفقنا يوفق الجميع. شارك في هذه الفعاليات العديد من المدارس والمراكز المعنية برعاية ذو الاحتياجات الخاصة في ليبيا. وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والمسابقات التي تهدف إلى تحفيز وتطوير المهارات المعرفية والإدراكية لطلبة متلازمة داون. كما تعكس جهود المنظمين لتمكين هذه الفئة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وإتاحة المجال لهم للمشاركة والإسهام في المجتمع بفعالية. برنامج خاص لصغار السن. الهدف منه هو تاهية هذا الصغار لممارسة الرياضة أو لدماجهم في الجانب الرياضي مستقبلا بإذن الله. طبعا هذا البرنامج الهدف منه زي ما قلت لك هو تاهية هذا الرياضين أو الأطفال لممارسة الرياضة ودمجهم بإذن الله في المجتمع. وأكد المسؤولون عن الأولمبياد الخاص الليبي أهمية هذه الفعالية في إطار الخطة السنوية للبرنامج والتي تنظم مرتين أو ثلاث مرات في العام. حيث تسهم هذه الفعالية في تمكين هذه الفئة وإبراز مواهبهم إلى جانب إعدادهم لممارسة الرياضة والاندماج في المجتمع بشكل أكبر.